دلوقتي اي راجل او شاب وعرف ان نسبة حدوث النقرس في الرجال تسعين في المية وعشرة في المية ستات هل في سن معين مفروض يحلل اليوريك أسد ولا ينتظر انه يبدأ حاجة من الاعراض او الالام اللي في المفاصل سؤال جميل حضرتك بس يعني مش معقول ان كل راجل هيروح يحلل اليوريك أسد لا ممكن يكون في الروتين تشيكاب اللي هو الكشف الروتيني في سن معين اه ولأ وكمان في امراض مع ساعات اليوريك أسد بيظهر زي ما قلت حضرتك في تكاترة البطنة وهم مثلا مريض ضغط مريض عند السكر مريض عنده نقص في الغدة الدرقية مريض عنده ربو شعبي يعني نقص الاكسجين في الدم ممكن برضو يعلي اليوريك أسد يعني فيه اسباب ممكن تعلي اليوريك أسد لو لقب التدخين بالمرة طبعا ما التدخين هيعمل نقص الاكسجين فلو فيه اسباب اخرى هدايا بمساعد اليوريك أسد نعملنا حلقات كتيرة جدا ما كانش لها علاقة بالتدخين وتيجي سيرة التدخين ونروع لقب المرض او علاقة بالعضو دو مثلا واحد عنده غيبوبة سكر ممكن نقص برضو أو واحد دورة دموية بتاعته قليلة لأي سبب من الأسباب أمراض القلب أو أمراض الرئة أي نقص اكسجين في الخلايا ممكن يعلي اليوريك أسد أي تقاصر كتير في الخلايا في بعض الأمراض السرطانية اللي هي نيوكلييتد زي الغدد اللينفوية زي الأمراض بتاعت النخاع تعلي اليوريك أسد ففيه مثلا فيه في العيلة ناس عندها كوليسترول عالي معروف ان العيلة دي كوليسترول عالي فيها والدهون السلسية هذا لازم يعمل شيكب ولازم يعمل اليوريك أسد فغالبا اليوريك أسد ده نسبة كبيرة أطباء البطنة بيحولوا لنا الحالة ممكن يكون العيان بقى بيشتكس فعلا من قلب من فاص وممكن يبقى نسبة اليوريك أسد عنده وصلة التسعة وهو مش بيعاني من حاجة لسه ما ظهرتش عليه أعراض لسه ما ظهرتش عليه أي أعراض لكن أكيد لو جاه بقى في الصبع الكبير بتاع الرجل وبدأ يبقى فيه بقى كده خلاص بقى لازم أروح أحال اليوريك أسد ساعات حضرتك بيجي لنا الحالات من كترة الأواية ده موية يبقى جاية بشكل التهاب خلوي مش جاية في الصابع بقى هي جاية في الكاحل فجاية عاملة حمارة على الرجل فجاية بالتهاب خلوي فالنسيج كله ملتاهب وأحمر ويتضح أن هو نقرس وهو ياخد مضاد دحاية وياخد العلاج بتاع الالتهاب الخلوي فطبعا يعني علاقتنا أننا اللي احنا مقول عليها التعاون ما بين تخصصات بتفيد طبعا المريض